اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين السلام عليكم احبة المشاهدين ورحمة الله وبركاته وهذه الحلقة الجديدة من برنامج تأملات في دعاء الافتتاح كان حديثنا في الحلقة السابقة هو مقدمة بسيطة جدا عن سبب اللجوء إلى الدعاء وما هو فضل من اتصف بالدعاء وأود أن أكرر فقط هذه النهاية التي أود أن يكون لأخي المشاهد يعني أن يتفت إليها وهي يا حب ذا لو تجتهد وتحاول أن تكون لك صفة الداعي هو إصفة مهمة صفة عظيمة جدا أن تكون ممن أو أحد مصاديق الداعي إلى الله تبارك وتعالى لأن في الدعاء فضل كثير جدا أخواني بعض الروايات التي يعني هي سندها لا بأس به وتطرح من قبل علمائنا أن الملائكة تميز الأصوات إذا الإنسان مسه ضر مسته مصيبة أحاطت به لامة معينة ودع الله تبارك وتعالى الآن على سبيل الفرض سفينة أو طائرة هذه طائرة أو شكت على السقوط الكل يدعو الله تبارك وتعالى الكل كلامه يصعد إلى الله تبارك وتعالى لكن هناك فلاتر بالطريق بينك وبين الله تبارك وتعالى هناك بعض المصفيات أو الرواشح أو الفلاتر هذه الفلاتر تميز دعاء عن غيره والصوت وحده لداعي وربما نفس الروحانية نفس القلب المحترق أصعد إلى الله لأنه مر مصيبة والآن هو يشعر أنه في خطر لكن هناك في الطريق تجد بعض الفلاتر هذه الفلاتر هم الملائكة الملائكة يستمعوا إلى الأصوات الرواية تقول ويكأن هذا الصوت نعرفه الرواية تقول أنه الأصوات الملائكة تقسمها إلى قسمين والقسمين بها تفرعات قسم يقول أن هذا الصوت نعرفه وقسم يقول أن هذا الصوت لا نعرفه الذي نعرفه هو الذي دعانا عند الرخاء في الرخاء دعانا وليس في الضر الآن لما أصابه ضر قد دعانا فنكشف عنه الضر أم لا هناك مجموعة مجموعة صوتها نعرفه قد دعانا في وقت الرخاء ومجموعة صوتها لا نعرفه لم يدعنا في وقت الرخاء فيكون أو تكون استجابة الدعاء لمن دعى الله تبارك وتعالى في الرخاء أوجب يكون هذا في مصاف الأقرب إلى الله تبارك وتعالى بل الأقرب إلى استجابة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى فلذلك يا حبذ أخي المشاهد أختي المشاهدة يا حبذ أن تجعل لك صفة من صفات الداعي إلى الله تبارك وتعالى حتى إذا يعني أسأل الله أن لا يصيبنا وإياكم بمصيبة إذا أصبحت نام أصابانا ضر ودعونا الله تبارك وتعالى فصوتنا معروف عند الملائكة ويكون من المرشحين إلى استجابة الدعاء أقرب من غيرهم لذلك صفة الدعاء صفة الداعي من تلبس بمبدأ الداعي هذا يكون أفضل ممن لم يدعو الله تبارك وتعالى هذه المقدمة حاولنا أن نتحدث عنها باختصار في الحلقة السابقة اليوم نتحدث عن السند إلى دعاء الافتتاح وللحديث عن هذا الأمور يعني نحتاج إلى مقدمتين إن شاء الله المقدمة الأولى ما هي أهمية السند بالنسبة إلى الأدعية يعني بكلمة آخرى هل كل الأدعية يتبحر بها بالسند بكلمة أدق هل الأدعية النظر في سندها كالنظر في باقي الروايات أم لا فيها نوع من التوسعة أو الفسحة هذه المقدمة والمقدمة الثانية نتحدث فيها عن سند الدعاء أما المقدمة الأولى فللأدعية فسحة أكثر من غيرها من حيث السند كيف يعني؟ يعني كما يقول أحد العلماء أنا أنقل يعني رأي أحد العلماء يقول الدعاء قد لا يحتاج إلى بحث السند الدعاء قد لا يحتاج إلى بحث السند طيب إذا ما بيسند هذا رح يكون ضعيف المفروض والمفروض إذا ما بيسند من أخذه بل المفروض إن لم يكن سنده صحيحا أو لم يكن سنده قويا بالمعنى كالروايات مثلا على سبيل فرض لا نقول أنه مأثور كيف تقول أنه الدعاء قد لا يحتاج إلى بحث في السند يعني بحث في السند مو بالمرة لا كالروايات هذا اللي مقصد من عندها ما هو ما هي الصورة التي تريد أن توصلها إلينا أيها العالم يقول لا أنا أقصد أن الدعاء قد لا يحتاج إلى بحث في السند كما نبحث في الروايات لماذا وذلك لما تمتلكه الأدعية من علو المضمون كيف يعني يعني الآن أنتم أهل الذوق أهل العلم عندما يتحدث المتحدث من خلال تحدثه تستطيع أن تعرف صفة من صفاته كلام الإنسان دال على بعض صفاته ومن خلال كلام الإنسان تستطيع أن تقرأ شخصيته الآن أنت تستمع في المنبر الحسيني إلى بعض الخطبة تقول ما شاء الله هذا الخطيب كلامه جيد جدا ومحاضرته جيدة هذا الخطيب ربما أقل وما شابه أنت هل نظرت إلى صورة الخطيب نظرت إلى شكل الخطيب أم استمعت إلى كلام الخطيب وعرفت من من خلال كلامه أنه ذو حظوة من برية اليقين أنك من خلال الكلام عرفته وهكذا إذا وجدت شخصا يتكلم بلغة المعينة تعرف من خلاله بصفة المعينة طيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكلامه نكهة ولكلامه صفة ما دون الإمام لا يستطيع أن يتكلم بها مضامين كلام الإمام مضامين عالية جدا وعظيمة جدا فلذلك عندما يتكلم الإمام تكون أو يكون لكلامه خصوصية هذه الخصوصية لا يعرف بها عامة الناس لا يعرف بها من هم أقرب إلى الإمام من هم استمعوا إلى الإمام أكثر من غيرهم من هم تبحروا وتفحصوا وتمحصوا في قول الإمام ألا وهم العلماء العلماء شأنهم قراءة ما قاله الإمام شأنهم الاستماع لما قاله الإمام لذلك العلماء هم أعرف منها بكلام الإمام وهم يستطيعوا أن يعرفوا أن هذا الكلام خرج من فم الإمام أو لا لذلك عدنا في بعض الروايات أن العلامة السبزواري أعلى الله مقامه آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري هذا الرجل كان من العرفاء هذا الرجل كانت له ميزة أنه إذا قرئت رواية على مسامعه قدس سره الشريف يعرف أن هذه الرواية قالها أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب أو قالها غير علي بن أبي طالب سلام الله عليه يستطيع أن يعرف من خلال نسق الرواية من خلال الكلام هذا الكلام كلامه علي بن أبي طالب وهذا الكلام كلامه غيري علي بن أبي طالب طيب الذي يستطيع أن يميز بين كلام علي بن أبي طالب وغيره يقين أن يستطيع أن يعرف أن هذا الكلام كلام الإمام أو غير الإمام فرق بيننا وبين الإمام هو مطلق ونحن لسنا بمطلقين فرق واسع وشاسع وكبير فلذلك يستطيع العالم وليس العامي يعني أنا لا أقول أنه كل شخص ممكن أن يفرق بين قول الإمام وبين غير الإمام لا إلا العلماء لأنهم استمعوا وقرأوا وأصبحت عندهم حظوة عظيمة أحبة المشاهدين نستكمل وإياكم هذا الموضوع بعد أن نذهب إلى فاصل قصير ثم بعده نتواصل مرحبا بكم أحبة المشاهدين مرة أخرى أسأل الله تبارك وتعالى أي جمعنا وإياكم في مصاف من تقبل منهم في هذا الشهر العظيم شهر رمضان كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن الفرق بين قول الإمام وقول غيره وكما قلت لكم أنه أحد العلماء قال الدعاء قد لا يحتاج إلى بحث في السند يعني بكلمة أخرى لا يحتاج إلى استغراقا في البحث لماذا؟ هل تساهلا تسامحا إهمالا من لا السبب في ذلك أن الدعاء يمتلك مضامين عالية مضامينه تنبئ بأن هذا الكلام لا يخرج إلا من قول إمام المعصوم فبهذا هذا بحد ذاته هو سند قوي إلى أن هذا الكلام خرج من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هذا اللي حدا ببعض العلماء يقول هكذا فلذلك الدعاء بصورة عامة لا يحتاج إلى سند كيف بأن لا يحتاج إلى بحث في الاستغراق كيف بدعاء الافتتاح الذي أشير إليه بالاعتبار أن سنده سندا معتبرا كما سأنقله عن بعض العلماء وإن كان البعض ينقل سند أو يشير إلى الدعاء لكن بدون سند لكن البعض يشير إليه بسند والعلماء بصورة عامة يقول أو يشير إلى هذا الدعاء باعتبار سنده اعتبار سنده ماذا تعني أن سنده معتبار طيب ممن أشار إلى الدعاء وذكر الدعاء هو الشيخ الطوسي على الله مقامه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد نسبه إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وقال أن هذا الدعاء من سبل إلى الإمام وكما تعلمون أن كثير من الفقهاء كثير من فقهائنا في الرسالات العملية لا يذكر المستحبات بل يشير بالمستحبات يقول من أراد الاستغراق في المستحبات أو معرفة المستحبات فليذهب إلى بعض الكتب من ضمن هذه الكتب ولعل من الكتب التي أشار إليها جل علمائنا هو المصباح للشيخ الطوسي لأن فيه تفصيل فمصباح المتهجد أشار إلى هذا الدعاء بعد ومسألة مهمة جدا لأنني سأشير إليها في ذيل الحلقة نسبها إلى الإمام الحجة روحنا لمقدمه الفداء طيب أيضا ممن أشار الفقهاء بالرجوع إليهم في المستحبات هو الإقبال كتاب الإقبال للسيد بن طاوس الحلي هذا أيضا من الكتب المهمة في قضية المستحبات صاحب الإقبال للسيد بن طاوس يقول أيضا هذا الدعاء أسنده إلى أبي جعفر محمد بن عثمان ابن السعيد العمري ويعني السيد بن طاوس ماذا قال؟ قال أنه وجد ذلك الدعاء كان ضمن كتاب يعني الكتاب يعني دفتر وهذا الكتاب مجلد أحمر ويظهر هكذا يقول السيد بن طاوس وأنه يظهر أنه كان مشحونا ذلك المجلد أو ذلك الكتاب أو ذلك الدفتر كان مشحونا بالأدعية مجموعة من الأدعية من ضمنها موجود دعاء الافتتاح المن ينسب ينسب إلى أبي جعفر أبو جعفر منه محمد بن عثمان ابن السعيد العمري طيب هذا ينسب إلى هل لشخصه لذاته؟ لا يعني منه مأخوذ من الإمام صاحب الأمر وزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا السند الثاني السند الثالث للكفعمي على الله مقامه وقدس الله سره في كتابه المصباح لكن رواه الكفعمي بدون إسناد وكما قلت لكم أنه مضامين الدعاء تقوي السند في بعض الحيان فمع ذلك غيره ورواه بإسناد الكفعمي قدس سره ورواه بدون إسناد طيب أيضا المجلسي أعلى الله مقامه العلام المجلسي رواه في كتابه زاد المعاد والرواية المهمة التي أشرت إليها في الحلقة السابقة وقلت أنه سأوضحها هي أنه قال المجلسي أنه كتبه يعني من صاحب العصر والزمان كتب هذا الدعاء التفت حبيبي المشاهد التفت هذه المسألة مهمة جدا أنا أنقلها عن صاحب الأمر لست أنا بل العلامة المجلسي فماذا قال قال كتبه صاحب الأمر معنى صاحب الأمر ودفعه إلى الشيعة لي هذه اللامة مهمة جدا ليقرؤوه في كل ليلة من ليالي شهر رمضان جدا مهم بل اختصار أحبة المشاهدين اختصار أن أن يخصص الدعاء في ليلة معينة أو في وقت معين هذا الدعاء إذا خصص في هذه الليلة يعني عرفنا الزمكان عرفنا الزمان وعرفنا المكان هذه مهمة جدا لذلك أحبتي حاول في قدر قدر الإمكان عندما تدعو الله تبارك وتعالى ادعوه بالليالي أو بالدعاء المأثور المخصص في تلك الليالي هذه هواي مهمة ليش لأنه هذا الدعاء مخصص لاستجابة في هذه الليلة وإن كان في غيرها مرحبه ومحبوب لكن له خصوصية في هذه الليلة طيب في ليالي شهر رمضان عندما خصص هذا الدعاء ماذا يشير يشير إلى أن استجابة مضامين الدعاء في هذه الليالي أقرب وأكمل وأجمل كيف بها وهي ليالي شهر رمضان الكريم أي عظم يكون فيها فلذلك هذه خصوصية بداخل خصوصية خصوصية التلوي الخصوصية الخصوصية الأولى تحدثت عنها في الحلقة السابقة وهي أنه خرج من فم الإمام صلوات الله وسلامه عليه الخصوصية الثانية من نقلها إلينا حي يرزق يسمع كلامنا والخصوصية الثالثة الذي يسمع كلامنا ننتظره نحن نحن مشتاقون إليه فأنا مشتاق إلى من أتحدث بإسمه أي عظم وإيضا الخصوصية الرابعة اختصر لنا الزمان وقال ادعوا بهذا الزمان المعين الذي هو ليلة شهر رمضان في كل ليلة من شهر رمضان الكريم ففي ذلك يكون استجابة أكثر إلى الدعاء فاستجابة في داخل استجابة خضم في داخل خضم علو في داخل علو قرب في داخلي قرب إلى الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مما يوفق للقراءة وللإنصات وللعمل بهذا الدعاء الكريم إنه سميع مجيب والسلام عليكم أحبة المشاهدين إلى أن ألتقيكم بحلقة قادمة أسألكم الدعاء وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته اشتركوا في القناة